بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة دراسة على موقع بي بي سي البريطاني غريبة جدا تحمل عنوان مشابه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل أربعة عشر قرن دعونا نتأمل هذه الدراسة ثم نتأمل الحديث الشريف في بحث نشرته مجلة الجيولوجيا عام 2015 يقول الباحثون أن أرض العرب أو الجزيرة العربية كانت قبل ما يقارب من خمسة إلى عشرة آلاف عام جنة خضراء وكانت هذه المنطقة التي تعتبر اليوم الأكثر جفافا في العالم كانت عبارة عن منطقة مليئة بالغابات والأنهار وما يسمى بالأحراش البحث قام به علماء من جامعة أكسفورد جامعة ليون وجامعة كوينزلاند بالإضافة لعلماء من المملكة العربية السعودية بهدف كشف تاريخ الجزيرة العربية وتبين بالفعل أنها كانت جنات خضراء يقول الباحث آش بارتون من جامعة أكسفورد هناك دورة مدتها 23 ألف عام تتكرر في الجزيرة العربية حيث تكون صحراء ثم تتحول إلى جنة خضراء مليئة بالسافانة والغابات وهناك دراسة أخرى أجريت عام 2016 تبين وجود مستحاثات أو أحافير لفيلة في منطقة الجزيرة العربية عاشت قبل خمسمائة ألف سنة سبحان الله أيها الأحبة العلم يقرر أن جزيرة العرب أو أرض العرب كانت جنات خضراء وأنهار وأن هناك دورة ستعود أيضا كما كانت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم حديث صحيح كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن جزيرة العرب أو أرض العرب كانت خضراء وكيف علم أنها ستعود إن الله تعالى هو الذي علمه وقال في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صدق الله العظيم شكرا